اذا بالنسبة للنوع الثاني من تمارين الوراة البشرية سوف نختار كما قناه تحديد نوعية صبغي بالاعتماد على الهجرة الكهربائية سوف نخذ الوطني في 2014 والوطني في 2015 وال2016 الدورة العادية اذا بالنسبة للوطني في 2015 الدورة العادية لاحظ معي شجرة النسب لا يوجد شيئا كثيرا اذا من الصعب اني نعرف الـ Y و X و لا جنسي بالنسبة للحالي الوش سائدنا متنحي دائما من شجرة لدينا الفرد رقم خمسة مصاد وينحضر من أبوين سليمين رقم واحد و اثنان اذا المرض كيف هو؟ متنحي يعني الحالي المسؤول على المرض متنحي او كنقول كذلك الحالي الغير العادي لان الحالي العادي هو الحالي الطبيعي اللي ما يعطينا لمرض لاوالو اما منك نقوله حالي الغير عادي حالي قلنا الحالي الممرض مازيح لان بالنسبة لي ايجراج ولا ايكس ما غادش نعرف نحدد بالنسبة للإيجراج ممكن جزما من هنا لان الابن رقم خمسة مصاب والاب دياله سليم ما يمكنش يكون إيجراج لان دائما إيجراج ينتقل عن طريق يعني ينتقل عبر الدكور فقط الى الاب مصاب عنده إيجراج واحد فيه المرض غي يعطيه الولده اذا والده غيكون مريض ولاده ضرور يكون مرض هذي فاش نقوله المرض محمول الى إيجراج ولكن هنا طريقة أخرى وأسهل وأدق هي ديال الهجرة الكهربائية هذي الهجرة الكهربائية كنديروا واحد الورق يكون عندنا كيناء آلة خاصة ونوضعوه في هذك البروتينات اللي كندرسو هذيك الحليلات يعني خاصة كيكون عندنا الادعين عفوان ماشي البروتينات الادعين ديالنا كندروا ما يسمى بالهجرة كنشوفو فين كمشيو ذاك الحليلات هنا بالنسبة لنا اللي كهمنا هو طريقة القراءة تكون صحيحة طريقة سليمة هذي الأشريطة يدل على الحليل إلا عندي شريط واحد عن الدكور يعني كنقصدوه أنه كينا شي حاجة حليل واحد كينا في صبغي واحد شنا هو الصبغي اللي كينا من واحد عن الدكور كينا عندنا صبغي إجراج و إكس واخ باش نعرف واش إجراج و لا إكس إذا كان إجراج إجراج عن الدكور فقط يعني شنو خصني للقاء إلا بشيت عنده أنت ما خصني للقاء حتى شي شريط يعني الحليلات مكينش لأنه ما عندهش إجراج تفقين؟ بما أني كنلاحظ أن هذا الحليل المدروس قينا عند الإينات والدكور ويتمثل بشريط واحد بحليل واحد عند الدكور وحليل عند الإينات ما هي الحاجة التي قيناهه عند الزكور واحد و عند الإينات أجوز هي إكس ذكر عنده إكس وحدة والإينات عندها جوزية الإكس هذا ما يؤكد الجواب هو هذا إجراج الفرد ذكر رقم ربعة وخمسة قلاحظ و عنده حليل واحد دائما إذا فإن المرض المحمول على إكس بكل بساطة ، أين يشارد السريق معنى أن ننجد الحليلات واحده 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 ، حانها وجود حليلين ، معنى أنه كان هناك حليلات عادية ، حليل عادي و غير عادي لنضع حليل ممرض و غير ممرض لأنه الحليل يوجد حليل لأنا حليل غير ممرض نصدقه و غير ممرض عنده الحليل غير عادي و لم يكن ممرض تفقنا الشباب وعلى هذه الهجرة الكهربائية إذن السؤال كان فيه بيان الحليل الغير العادي متنحي يعني الممرض بما أن الأبوين سليمين رقم 1-2 وأنجبه فرض رقم 5 مصاب إذن الحليل الغير العادي متنحي الموردة المدروسة محمولة على السبغي الجنسي إكس لماذا؟ لأن نلاحظ وجود الحليل واحد عند الدكر أو عند الدكور بينما الإينات لها حليلين